زميل محمد سابت مرسل قناة الاهلي وحضراتكو هتتابعوا معنا ما ينقلوا إلينا من نبض الأحداث داخل النادي الاهلي محمد معاك مرة ثانية من جديد شكرا للزميل محمد الجندي مشاهدين الكرام من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة زي ما وعدناكو هنفضل معاكو الكواليس وتفاصيل اجتماع مجلس الإدارة معانا كابتن سيد عبدالحفيز كابتن سيد عبدالحفيز يمكن الكل بيستفسر هل تم اتخاذ قرار النهاردة في اجتماع مجلس الإدارة؟ يعني هو كان اجتماع لجنة الكرام ونعقدة من الصبح اجتماع كان بدري شوية النهاردة وبعدين لسه اجتماع خالص حاليا العملية موضوع دراسة في الوقت الحالي عشان تاخد قرار لازم تتأخذه بشكل صحيح بعد ما تقدم الجهاز الفني للنادي الاهلي بالكامل الفني والطبي باستقال لجنة الكرام ومجلس إدارة النادي الاهلي بقى فيه دراسة للموقف شكل زي وخصوصا ان انت عندك يومين راحة للاعبين النهاردة وبكرة وبعد كلا هيبقى فيه تمرين يوم لاربع بإذن الله خلال تمانية وربعين ساعة ان شاء الله يبقى فيه قرار بإذن الله يعني حراكة مكين كده بتنفي الشعاعات اللي بتقول يعني مكين الكابتن فاتح مع بروك قاد التمرين النهاردة واحتمال لنقود المرة من بكرة لا يعني هي اجتهادات اجتهادات من الجميع بعد ما زي ما قلت في البداية بعد ما تقدم الجهاز الفني النادي الاهلي باستقالت وبعد فيه اجتهادات يعني كل الناس زي ما بتسمعه وبتشوفه وبتقرأ او حتى على المواقع كل واحد بيأجتهد كل واحد بيحاول ان هو يوصل لحاجة لكن القرار الصحيح اعتقد ان ان شاء الله يبقى في خلال 48 ساعة كابتن هل القرار كابتن حسن بدري كان مفاجئ واربك حسبات مجلس الإدارة ولجنة القرى في نادي الاهلي خلينا نقول ان التوقيت صعب توقيت نفسه صعب انت بدأت الموسم وتلت الدوري انتهى لكن عشان تأخذ القرار لازم تأخذه بشكل صحيح لازم تدرسه بشكل كبير جدا عشان يطلع قرران انت بتكلم في النادي الاهلي وجهز النادي الاهلي الزجهز فن النادي الاهلي يعني يمكن جمهير إựا حابة تطمن برضو جهز الفني اللي اهلي القادم هيكون جهز فني مصري هيكون جهز فني أجنبي هل سيتم الاستقرار والاستمرار الجهز الفني الحالي حتى شهر يناير هل سيتم حتى انتهاء الموسم كاملة زي ما قلت لك يعني هي احتمالات كلها ورت يعني هل يبقى جزء ويمشي جزء الجميع يبقوا يعني هي احتمالات كلها ورت هل يعني في تغيير في تجاه للتغيير ولا كل ده في الدراسة خلال 48 ساعة يبقى فيه قرار بإذن الله يعني يمكن كابتن هل لخل مجلس الإدارة أو لجنة كورة تقبل قرار الاستقالة النسبة تتساءل هو سوء نتاج النادي الأهلي في الفترة الأخيرة يعني عشان تبقى فيه حاجة أو فيه ناس بيتقدم بالسقالتها يعني أكيد ان فيه حاجة مش 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 مسليمة لكن في النهاية هو جهاز يشتغل وجهاز بطل الجهاز انتهى يعني هو حامل اللقاء حامل بطولة الدوري زي ما قلت لك خلال 48 ساعة بإذن الله بإذن الله هيبقى فيه قرار بإذن الله لكن حركة ما بتنفيش ان هو احتمال الاستعانة على الأقل أو من الممكن احتمال الاستعانة بجزء من الجهاز الفني زي ما قلت لك الاحتمالة كلها وردة الجهاز ككل جهاز فني وجهاز طبي وكل الجهاز قدم استقالته والأمر معروض عند لجنة الكرة أو على رجل على لجنة الكرة خلال 48 ساعة مش زرار هو انت عشان تاخد قرار في مصير النادي الأهلي وعشان جهاز فني للنادي الأهلي يكمل بطولة وكمل بنفس المسيرة اللي تليق باسم النادي الأهلي لازم يبقى قرار سليم لكن الجمهير بتقول ان عورز المرشحين في كاردو البرازيلي ومجر فني من غير أسماء من غير أسماء يعني كلها اجتهادات زي ما قلتلك لكن هي في النهاية إيه اللي هيحصل إيه اللي هيتم ده خلال 48 ساعة بإذن الله زميل محمد الجندي مشاهدين أكرام زميل محمد لو حابب تسأل الكابتن سيد عبد الحفيز أي سؤال بخصوص اجتماع لجنة الكرة نهاردة أنا بس بشكر الزميل العزيز الكابتن سيد عبد الحفيز المنصق العام لكرة القدم ووضح أنه لسه حتى الآن كابتن سيد عبد الحفيز ما زال فيه التزام كامل بعدم الإعلان عن أي شيء إلى حين التوصل لقرار نهائي ووضح ده من اجتهادك الشديد في محاولة الوصول لسبق محمد بالفعل وبنشكرك على جهودك ومحاولة الوصول لكن دايما فيه إجابات دبلوماسية من سيد عبد الحفيز كابتن سيد عايزة أرجع مرة تانية وأكد على كلامك اللي بيتفق مع اللي قاله من لحظات المهند سعدلي القيعي وقال إن الأمر محتاج تأني ودراسة وطبعا بنأكد للكابتن سيد إن الموضوع مش بسيط ومحتاج وقت للوصول إلى القرار الصحية نشكرك وبنشكر الكابتن سيد عبد الحفيز يا محمد شكرا جزيلا مرة تانية مع الكابتن عادل طعيمة الخبير الكروي ونرجع لكلامك